السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم بجديد بقناتي افلوكس و دعبير بجي اليوم كتير حلو و مميز تابعوه للاخير متل ما شايفين بالصورة اليوم بدا نحضر مع بعض طاولة للطيافة بمناسبة العيد و كل عامو انتو بخير وتقبل الله صيامكم و طاعتكم يا رب اليوم في عنا كتير شغلات حلوة رح شاركة معكن اول شي رح نعمل مع بعض وصفة المعمول معمول الجوز معمول فستو الحلبي و معمول التمر و كمان رح احكي لكم عالشغلات الحلوة اللي شايفينا هون من وين جبتها وصاحبين الصفحات اللي اخدتها من عندهم رح اترككم هيك تتفرجوا على الجمال هالقطاع كلاتهم موجودين عنا هون اللي عايش بميسي ساقا و كمان رح تشارك مع بعض متل ما قد لكم الوصفة وصفة المعمول بالاسميد كتير طيبة و لذيذة تابعوا الفيديو للاخير و ازا حبيتو لا تنسو تعملولي لايك و ازا ما مشتركين بالصفحة اكيد تشتركوا و تشاركوها مع رفقاتكم و تابعوني على الانسجرام ازا في عندكم اي سؤال او ازا طبقتوا وصفة اليوم بشان تبعتوا للصور و رح اترككم مع الفيديو هيك حتى تستمتعوا و تنطروا المزيد من الشغلات الحلوة بالفيديو تخليكن عم نتابعوا للاخير والعيد و الفرحة العيد ما بتكمل الا اكيد مع المعمول و كيف ازا كان متحضر بالبيت و الريحة طالعة بالبيت للكل حتظل زكرة حلوة عند الولاد انه خلاص العيد مرتبط بالمعمول و بريحة المعمول فيه و كمان اطيبشي الصبح مع اول فنجان قهوة بعد صيام شهر كامل يكون موجود حلو و خاصة نشغل اليد و رح اعطيكم اليوم الطريقة بكل بساطة و سهولة على طول بتعرفوني بسهل عليكم الامور تابعوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم اليوم الوصفة حتكون بالسميد مثل ما قلت لكم في كتير ناس بعملوا بالطحين او بالسميد حسب ما انتم بتحبوه هلأ بنحكي عن كل التفاصيل بالفيديو بس خليكن متابعين على الاخير و ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم وفيديو اليوم رح يكون برعاية منتجات الاحلام الغزائية اللي رفقتنا كل شهر رمضان اليوم استعملنا ميت الورد و ميت الزهر بصراحة جدا 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 طيبين وعطوا نكهة كتير طيبة والمعمول ما بيكمل الا مع مي زهر و مي ورد و اذا كانوا طيبين ونبلج مع بعض بمكونات العجينة في عندي هون كيلو سميد فرخة او طحين فرخة او هيك بيقولو هو متل ما شايفين سميد كتير ناعم انعم درجة بالسميد من هذا الكيلو انا شلت كاسة و حطيت عواضة كاسة سميد ناعم الاثنين مع بعض خلطة بيعدتوا خلطة كتير طيبة لاحزين كيف خلطتوا انا هون مع بعض و انا هلا عم بستعمل كيلو فينا نقول لكل كيلو من السميد او الطحين او ايشي نحنا بحاجة لنص ملعقة ربع ملعقة عفوا من الخميرة و ملعقة محلب و كمان بحاجة لخمسمائة غرام من الدهن الدهن هون انا استعملت ميتين وخمسين غرام من السمنة السمنة دايبة كتير و سخنة و ميتين وخمسين غرام من الزبدة يعني عملت خليط بين السمن و الزبدة و السمنة هون و عندي كمان ميت الزهر و ميت الورد مثل ما شايفين من ماركت الاحلام و هلا رح اكتب لكم مقادير كلاياتا بسندوق الوصف من المقادير بالميزان و بالكاسة حتى ما اضيعوا بالمقادير و بجاطة كبير رح حط السميد الموجود عندي و ضيف عليه الدهن السمنة مثل ما قتلكون عم بستعمل البقرة الحلوب و سخنة حتكون سخنة منيح يعني بعد ما دوبتها تركت شوي انها تسخن و تأداح مثل ما بيقولوا و ضفت كمان الزبدة كمان عندي اياها الزبدة صايحة و رح ضيفهن على السميد و بلش اني افرقهن مع بعض انا هون ما بدي اعجون بس بدي اياهن يتشربوا الدهن اللي حطيته السمنة و الزبدة و بطريقة الفريق او البس متل ما بيقولوا شايفين بيديي حتى يعني حتى كل حبات السميد تشرب الدهن اللي حطيته بها الطريقة بتأكد انه كلهم اخدوا من بعض و هلأ بدي اغطيهم و اتركهم يرتاحوا 24 ساعة بالبرات و رح نحضر الحشوات مع بعض اول حشوة رح استعمالها هي حشوات التمر انا هون بدي نصف كيلو من التمر حطيت انا الكيلو لانه قصة بدي اعمل كميات بس هاي الحشوة رح نعملها بحاجة لكيلو نصف كيلو من التمر و نصف كيلو من الفستو او الجوز على حسب اختياركن لاحظوا معي التمر قديش كان صريف جاهز لعمله بس رح حطوا بالصحن و بكل سهولة امزجوا بايدي حطيتلو ملعقتين سمنة او فيكن تحطوا زبدة اختياركن و كمان فيكن تحطوا هاي القرفة اللي بتحبوا تضيفوا عليه انا هون ما حطيت شي اكتفيت بطعم التمر و رح قعد و دعاكتهم بايدي كتير منيح لحطة صارت عندي بهالشكل و هلأ جبت القلب اللي رح استعمله و بشوف قديش انا بحاجة انه قديش لازم يكون حجم الطابة كمان لا تنسوا بدنا نحط العجينة يعني رح تكون اصغر من القلب طلعت معي 10 غرام كتير مهم اني اشتغل بالهالقياس و هلأ رح كورون وجهزون على جناب لحتى يكونوا كلهم جاهزين معي مشان وقت الاحشيون كله يكون جاهز و في عندي هون الفستو الحلبي بمحضرة الطعام الفود بروسسور رح حطهم مع بعض حتى اضحنن و ضيف عليهم كمان رح حط عليهم ملعقتين من سكر البودرة متل ما شايفين سكر بودرة و كمان رح حط عليهم ملعقتين من القطر و كمان رح تضيف عليهم سمنة في عندي هون السمنة اللي استعملتها نفسها فيكن استعملوا سمنة او زبدة كمان اختياركن اه كمان تعطي طعمي كتير طيبة ازا استعملتوا زبدة او اعفوان سمنة و ازا كانت سمنة زريفة متل عم بستعملها رح حطيف عليهم كمان مية الزهر و تقريبا ثلاث ملاعق على حسب اختياركن بتحبوا تكتروا بس يعني كتير بيعطي طعمي طيبة و فيكن كمان تضيفوا ملون الطعام الاخضر بيعطي بعد الخبز بيضل محافظ على لونه الاخضر بس انا بفضل انه ابتعد شوي عن ملونات و يكون كل شي صحي حتى لو ما ضل لون نفسه بس هدا اختياركن ازا بتحبوا تضيفوا لون الاخضر فيكن تحطوها بهالمرحلة وهلأ بطحن كتير منيح لاحظوا انا ما بدي اياهون كتير ينطحنوا يضلوا في منهم مطحون ومنهم يكون في حبات بهالشكل بمسكها بايدي ازا كانت عم تلزع على بعضها خلاص هاي هي جاهزة ونفس الطريقة رح اعمل للجوز رح حطن بالفود بروسسور الروز بدي اياه كتير ناعم مشان هيك رح اطحنوا قبل ما حط عليه اياه مكونات التانية اللي هي نفس المكونات حطيت انا هون عم بستعمل نص الكمية يعني ضفت عليه ملعقة من سكر البودرة ملعقة من الزبدة ملعقة قطر وملعتين تقريبا من ميت الورد لاحظين هو بدي اياهون يكون كتير وهي العجينة بعد ما طلعتها من البراد اخدت 24 ساعة تقريبا بالبراد تركتها بحرارة الغرفة شي ثلاث ساعات حتى هيك ارتاحت وصارت سهل اني اشتغل فيها هلا بدي اعجنها اضيف علي المكونات السائلة التانية في عندي نص كوب من الحليب وربع كوب خليط بين ميت الزهر وميت الورد بجيب هذا الكوب وبعيره بحط الخليط اللي بدي استعمله بنجي هتين مشان اعجنوا فيهم ومرجع بقلكن كتير كانوا طيبين ميت الزهر من ماركة الاحلام كتير عطيت نكهة طيبة للمعمول هلا اعيرت هون ربع كوب ورح رشون وعجن بايدي برجع بقلكن مو عجن يعني براس الاصابع اللي اسمه البس بس عم حاول لم العجينة على بعضها بهالشكل عم لمها انا ما عم بعجون بس عم لمها جمعها على بعض وادعكها بنفس الوقت وكمان اسمها البس بهالطريقة واخر مكون رح نضيفه في عندي نص كوب من الحليب الساخن رح ضيفه بالتدريج حتى شوف اذا العجينة بده ولا لا وانا عم بعجون نفس الشي حتى احصل على عجينة كتير يعني متماسكة مع بعضها ما عم تفرض خاصة ان احنا عم نستعمل هون سميد لازم تكون عجينة متماسكة مو متل عجينة البيتزا لا بس انه عجينة متماسكة وقتلت عجنة ما تشقق معي ضل عم ضيف بالتدريج حتى اتأكد انه كل حبات السميد اخذت من الحليب وشربت وصارت يعني طرية ما عم تفرض بتغطى باصابعي وبنتبه بالنص اذا كان طرية ما فيها شقوق وبن الجهتين خلاص صارت جاهزة معي العجينة وهلأ صار فينا نبدأ بالتشكيل وبالحشي نحشيها وهالمرحلة ما في داعي ريحها لا بس بحط نصها بالبراد ونص الثاني بشتغل فيه ما لازم تكون كلاتها موجودة معي انا وعم بشتغل بحرارة الغرفة هالشي يعني ما بيكون منيح وهلأ رح اختبر اذا كانت صريفة معي بالقالب قبل ما بلش الشغل وردت باموري بشوف كيف رح تكون متل ما شفتوا دعاكتها وبي ايدي بفتحها فيكن تعملوا بطريقة انه يعني متل بتاوروها متل الكبة بس انا لحظت هاي الطريقة اسهل الي بفتحها هيك بايدي وبحط في يدها باللي نحنا حضرنا من التمر وبسكرها بهالطريقة بلمه على بعض وكمان بدورها حتى يكون كل الاطراف نفس الحجم وبجربها على الآلب كيف رح تكون هلا الآلب انتو فيكن اذا كان عم بلزق فيكن ترشو سكر بودرة او طحين او حتى تلبسو جرب جديد بس لاحظوا معي جربت ولاحظت انه ابدا ما عم بتلزق نعجيني لانه ممتازة ابدا ما لزقيت وكانت كتير كتير صريفة ما اضطريت اني لا ادهنه ولا حط شي وهلا هيك رتبنا كل امورنا وبلشنا بالشغل الجدي وهون بقى منعود كلاياتنا ومنلتم ونادوا لكل اللي عنكن اياه بالبيت وفي حدا يحشي وحدا يضرب القالب وهي احلى شي بالجمعات جمعات الرمضانية يعني عم تحضروا حالكن للعيد كتير حلوة انا رح هون متل ما شايفين عم بلش اشتغل حشيطة اول شي التمر كمان لاني عرفت اياس التمر شوفوا ما عزبني ودقة تنزل لاحظين ابدا ما اضطريت اني ادهنوا شي ولا لبسوا اي اجرابي كتير كان سهل بالتعامل عجينة ممتازة متشربة ومرتاحة والتمر عندي كمان طري شايفين بيديي انا هون كمان كندي اقلكن اني ما لبس تكفوف لانه الشغل بالايدين ارياح بس المهم نطفو ايديكن وخلاص جاهزين لاحظين كيف طريقة بكل بساطة وسهولة هلا عم بعمل معكم معمول الجوز الفستو الحلبي عفوا لاحظين كيف طريقة ما بضغط عليه كتير يعني شي بسيط حتى ما كتير كمان يلزق ولاحظين بدقة واحدة نزل هاي دليل انه العجينة ممتازة وجهزت عندي الصينية وننتبه كتير على امور الفرن انه يكون محمى مسبقا جدا مهم وعلى 350 فرنهايد 180 ونحطن بالرف الوسط وهيك جهزوا عندي وجاهزين انا الفرن اللي عندي فيه مروحة اللي عنده اللي فرنه ما فيه مروحة بيشعل من فوق ومن تحت مع بعض وهيك جهزوا عندي بنطرن حتى ياخدوا لون اشقر خفيف متل ما شايفين يعني ما بديا هون كتير يحمروا حتى يظلوا محافظين على البسة او متل ما بيقولوا البسة اللي فيهم او هيك يعني يفرطوا يكونوا طيبين جاهزين عندي هلا منتقل للمرحلة التانية في عندي انا هون متل ما شفتوا عملت الفستو وخبستو الفستو الحلبي والجوز نحن منرش على وشه فستو لانه نحن ما حطينا بالعجينة ابدا سكر عفون منرش على وشه سكر بودرة ما حطينا بالعجينة سكر وهون بتعطي الحلاوة بتجي من هاي السكر اللي رح نحطو على الوش بكل سهولة بالمنخول منرش كل الحبات متل ما شايفين وهاي معمولة الفستو الحلبي جاهزين ورشيناهم بالسكر البودرة وشوفوا شكلون ومنظرون وريحتهم بالبيت كانت رائعة عن جد عملكون المعمول بالبيت ريحة العيد بركة العيد لاحظين كيف مأحلا هون ورح ارجع فرجيكن مرة ثانية حتى تشوفوا الحمدلله النجاح مية بالمية والطعم كانت رائعة والكل وحازت على عجاب الكل اللي داءون لاحظين كيف معمولاتنا طالعين معنا ممتازين وكمان محافظين على الشكل وقت اللي دخلوا على الفرن لما راح تمنون النقشي وهالشي بس تتبعوا التعليمات ورح فرجيكن ياها بعد ما فتحناها من جوه متل ما قلتلكون طراوي غير شكل رح افرطها بايدي هيك حتى فرجيكن كيف بيفرطوا فرط متل ما بيقولوا وكمان اذا حابين يكون لون الفستق الحلبي اخضر اكتر من هيك متل ما قلتلكون بتضيفو لون ملون الطعام اللون الاخضر اذا بتحبوه وهيك قدمتلكون وصفة المعمول بالتمر ومعمول الجوز ان شاء الله كانت طريقتي مفهومة وسهلة اي استفسار اكتبولي بالكومن وهلا صار الوقت انو نحكي عن الشغلات الحلوة اللي شفتوها ببداية الفيديو واللي زيانت فيها وقدمت فيها اصحون متل ما شايفين معلمول التمر ومعمول الجوز شوفوا هاي اللوحة الفنية هيدول شغل بنان من صفحة My Little Details اكيد شوفوا الشغل قديش حلو متل هاي الفيز جاي معه والوردات والصحن اللي شفتوني مقدمة فيه رح حط لكم اكيد الحساب بصندوق الوصف هيدول تذكرتون من بداية رمضان وكمان حبوا يشاركونا اليوم كمان من صفحة لبنة كمان رح حط لكم حسابها بصندوق الوصف والشوكلة كمان التقديمي من عندها هيدول الصواني كمان شايفينهم من عند بنان من صفحة My Little Details والصندوق كمان وكتبت لنا هاي العبارات الحلوة عيدكم مبارك وعيد سعيد وشي كتير حلو اما هذا الصندوق بقى قصة وقصة هذا الصندوق رح يكون صندوق الهدايا رح تنحط فيه الهدايا والعيديات انا بلشت بهدول الهدايا جبتون من عند رفيقتي من حبيبتي بتلاقوا الصفحة اسمها Silver الاكسسوري شايف هنا معي قبل مرة ماري رح حط لكم كمان صفحتها بالصندوق الوصف لو حابين تطلبوا من عندها عندها شغلات كتير حلوة حبيت حطهم بهذا الصندوق هيك قدمون هدية للبنات بنات العيلة الصبايا العيلة مع العيديات اكيد هون رحين حطوا العيديات كل واحد بيفتحوا بياخد غراضه شوفوا قديش حلوين كهدية كتير حلوة وخاصة بهالوقت ما فينا نروح ونشتري كل شي مسكر بس هي بتوصل لكل العايشين بالجي تي اي بالبريد او فيكن تاخدوا من عندها مباشرة رح احط لكم الحسابات كلاتها بصندوق الوصف ان شاء الله يكون عجبكم كل شي ورح ارجع لكم كل عام وانتوا بخير وعيد سعيد وان شاء الله ايامكم كلها سعيد اشتركوا في القناة